مولاي صلي وأسلم دائماً أباداً على حبيبك خير الخلق كل نيمي مولاي صلي وأسلم دائماً أباداً على حبيبك خير الخلق كل نيمي محمد سيد الكونين والثقالين محمد سيد الكونين والثقالين والثقالين محمد سيد الكونين والثقالين 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 الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين لا من تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم آمين كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنسل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل سبق الله فاتبعوا منها إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذين بكة مباركا وهدى المعالمين فيه آيات بينكم مقار إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفى فإن الله ولي على العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تكفرون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم سهلا وما الله بغافل عن ما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تتعوا فريقا من المدينة أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصر بالله فقد هري إلى سراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله عقا قادي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصروا بحق الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا عفرة من النار فأقضكم منها كذلك يبين الله لكم ما يعنيه لعلكم تهتدون ولتكن منكم همة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعرف ويفهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا منهم بعد ما جاءهم البيناء وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتهم بعد إيمالكم فذوقوا العذاب بما كنت تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله لكمها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع النور الله أكبر 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 ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذنة أينما ثقفوا إلا بحبلهم من الله وحبلهم من الناس وباهم بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصروا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يكدون آيات الله لا لا الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ويظهرون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يغفرون والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لا تغني عنهم أفوالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريحي فيها سر أصابت حرث قرمي ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمه الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة ميدونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنكم قد بدت البطار من أفوالهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات يكونتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإلى لقوكم قالوا آمنا وإلى قالوا عقوا عليكم الأنابل من الغيط قل موتوا بغيطكم إن الله عليهم بذات الصدور إن دمسسكم حسنكم تسرهم وإن دصبكم سيرة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يهركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ قدرت من أهلك تبرق المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم آت الشلاب الله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِمَدْلِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَبْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ أَكْبَرْ سَمِعَ اللَّهُ مِمَ الْحَمِينَةِ اللَّهُ أَكْبَرْ 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة موزنين بلاء يتصفروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدلكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوهمين وما جعل الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عيد الله العزيز الحكيم ليقضع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا قالبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعفا مضاعفا واتقواها لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله الرسول لعلكم ترحمون وسائعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا آنفسهم دكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الظنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجناتهم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سننون فسيروا في الأرض فنظروا كيف كان عاخبة المكذبين هذا بيوم للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهيوا ولا تحتنوا وأنتم الأعلى ونأكوتم مؤمنين إن يمسسكم قرحا فقد مس القوم قرحا مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا وينحق الكافرين أم حسنتم تدفر الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا فيكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقواه فقد رأيتم هو أنتم تنظواه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا طلبتم على أعقابكم ومن يقلق على عقبين فلن يضر الله شيئا وسيجزر له الشاكرين الله أكبر استمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مرجلا ومن يري الثواب الدنيا نؤته منها ومن يري الثواب الآخرة نؤته منها وسنجز الشاكرين وكأي من نبي قاتل معهم ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وعنصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِيَا تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِرُوا فَاسِرِينَ بَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُمَ خَيْرٌ مَّاسِرِينَ سَنُلْقِي بِهِ قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ بِمَا أَجْرَبُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ الْنَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَلَقَكُمْ اللَّهُ عَلَهُ إِذْ تَحُسْتُمْ لَهُمْ بِإِذْنِهُ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تَحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَاعَاكُمْ وَاللَّهُ لُوْفَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُّونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًا بِغَمٍ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الرم أمنة النعاس يقشى طائفة فيكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ومن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمن من شيء قل إن الأمر كله لله يبفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القدل إلى مضادعهم وليبتغي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليهم بذات الصدور إن الذين تولوا بيكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان بمعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إنهم الطابة وفور حليم الله أكبر تستمع الله من حليل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حمد لله رب العالمين حمد لله رب العالمين حمد لله رب العالمين حمد لله رب العالمين فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخضركم فما من الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان الجبيل من يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفسه ما كسبت وهم لا يغلمون أفمن اتبع لضمان الله كمن باء بسطة من الله ومدواه جهنم وبنس المسير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين يبعث فيهم رسولا من آفزهم يتلو عليهم هاياته ويسكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم اتمنى اللهم اتمنى اللهم اتمنى الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير البقوم عليهم ولا الظالمين آمين أولما أصابتكم مصيمة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قلكم من عيد نفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفوالهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يبتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعتوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرروا عن عافسكم الموتى يموتوا صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياءهم عند ربهم يرزقون فإحين بما آتاهم الله من فضله ويستمشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستمشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الله سبيع الله من الحميلة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مالك يوم الدين إياك نعكم وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكين فانقلكوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوال الله والضغط فضل عظيم إنما ذلكم الشيطات يخوف أولياء فلا تقافوهم وقافونه كنتم مؤمنين ولا يحسنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتراهوا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نبلي لهم خير لآفسهم إنما نبلي لهم ليستادوا إثما ولهم عذاب مهيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما آكم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتب من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبغلون بما آتاهم الله من خضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيتوقون ما بغلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون قبير الله أكبر سمع الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بالله بما عالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالحين آمين لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحديق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلاب من العبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقرباننا تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم يكنتم صادقين فإن كذبك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزور والكتاب المنين كل نفس ذال قد الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فما سنزح عن النار وقدخل الجنة فقد فاس وما الحياة الدنيا إلا متاع الور لتبلغن في نبوالكم وآفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشربوا ألم كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عصم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبكس ما يشكرون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والضاء على كل شيء قدير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير البغضوم عليهم ولا الضالين إن في خلق السماوات والأرض واختناف الليل والنهار لآيات لأولي الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جلوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما طلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النا ربنا إنك ما تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي من إيمان أن آمنوا بربكم فآبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرى ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو غنثى بعضكم من بعض فالذين هاجوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرا عن سيئاتهم ولقد خلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله وما عند الله والله عنده حسن الثواب اللهم عنده حسن الثواب الله عنده حسن الثواب الله عنده حسن الثواب الله عنده حسن الثواب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين لا يقرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاعهم قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار والصالدين فيها نزلهم من عيد الله وما عند الله طير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أوزل إليكم وما أوزل إليهم خاشعين لله لا يشتعون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله أكبر سليع الله لمن حمينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا حبي شكرا شكرا بسم الله الرحمن الرحيم محمد رحمن الرحيم أكمال الرحيم أما بعد tonight inshallah as I announced last night we will be completing the recitation of one and a half chosen inshallah we have completed three quarters المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة and it is a source of guidance for the entire world whether you believe it or not it is a fact that all the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala sometime during their life went to visit the Ka'wah whether it's Musa alayhi salam Yunus alayhi salam Ibrahim alayhi salam Ismail alayhi salam Ishaq alayhi salam Yaqub alayhi salam Ayyub alayhi salam Dawud alayhi salam no matter which prophet of Allah whose name you may recall has visited the house of Allah subhanahu wa ta'ala and that entire land is such a blessed land from the beginning not only after the Rajim alayhi salam built the house of Allah in Makkah but before the house was built there is a piece of land which is called Haram it's about 10 mile radius that entire piece of land is a blessed land by Allah subhanahu wa ta'ala and is considered a sacred land and Ibrahim alayhi salam is the one who first settled his family in Makkah his wife Hajra and his son Ismail alayhi salam and together they built the house of Allah Ka'bah so Allah subhanahu wa ta'ala makes mention of that in this ayah this was also an answer to a question because some Jews and Christians they said no the house in Jerusalem which is which is Masjid al-Aqsa or they said that is the first house in the world for the worship of God so Allah subhanahu wa ta'ala clarified that in Quran that the first house on the surface of this earth established for the worship of Allah is the house in Makkah which is called the Ka'bah in the First house of the Shabbat and the fourth house of the Shabbat was the first house in Makkah محمد سيد الكونين والثقالين والفريقين من عرض ومن عجمين مولايا صلي وأسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله بي أذيت في الله لم تهزم ولم تهيني أذيت في الله لم تهزم ولم تهيني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم مولايا صلي وأسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله بي حبيب الله رسول الله إمام المرسلين سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدن في تاج من الظلمين سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدن في تاج من الظلمين وابدت ترقى إلى أنت